بخصوص الموضوع ديال الاستيراد اولا يجب ان تصافق احنا ببلادنا كل نفس السنوات الماضية يعني هاد المسألة الاستيراد ما كانش متاحة لماذا؟ لانه الغاية والهدف ديال الحكومة هي حماية القطيع الوطني حينما احسست الحكومة بان هناك خصاص فتحت هذا الاستيراد يعني احنا ما عندناش مستوردين يعني متخصصين في هذا الموضوع هذا كبار فقط هناك مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال تعملت واحد جريبة السنة الماضية قلت بانه النتائج اللي تحققت ماشينش هي النتائج اللي ترسمت ماشنكونوا متفقين فهذا السنة هذه تفتحت واحد ل300 ألف سيد الوزير المعني تكلم على 300 ألف واحدة اخرى اضافية وانا اعتقد بان كل من له الرغبة في المساهمة في هذه العملية را يستطيع المساهمة فيها عبر هذه الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها السيد الوزير المعني من أجل أنه نساهم مساهمة كبيرة خاصة أن الوقت الآن يعني أصبح يعني كدركنا جميعا باش نقدروا نوصلوا لهذه الأرقام هذه دي الاستيراد ونساهم مساهمة في توفير بكل عرض الوطني يعني متميز في هذا المجال تعميم دي الأمازيغية هناك تقدم خاصة أنه مقارنة بالسنة الماضية هناك مضاعفة لهذه الأرقام تكلمت على هذا الموضوع غير ما مرة والأرقام التي تكلمت عليها موجودة هناك مضاعفة لهذه الأرقام لكن طموح الحكومة في موضوع الأمازيغية بشموليتها والذي يرعاه جلالة المالك والذي يعني كان عرفو تدرج اللي عرفو هذا الموضوع هذا الأمازيغية كيف اليوم بلدنا يعني من من الترسيم في الدستور وقبل منه من خيطة بأجدير إلى الآن اليوم مع الإقرار دي العطلة وطنية رأس السنة الأمازيغية هذه كلها حوافز تحفيز الحكومة لكي تستطمر أكتر الصندوق المتعلق بتفعيل طبع الرسمي الأمازيغي وخادم موضوع واحد أخر رحنا كنتكلموا السنة المقبلة والسنة اللي من بعد منها إن شاء الله في أفوق 16 سنين أننا نوصلوا المليار دي للدرام الهدف منه طبعا هو أننا نوفروا الإمكانيات المالية باش نرسموا الأمازيغية اللي تعتبر لغة رسمية في بلادنا تعليم احنا غادين قلت بأنه ضعفنا الأرقام مقارنة بالسنوات الماضية لكن الحكومة تستمر في هذا الورش هذا اللي هو ورش مهم وستراتيجي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي